قم بتبسيط العبارة 28A للقوة 4 مضروبة في B للقوة 6 تقسيم 7A للقوة 9 مضروبة في B المكان الجيد لنبدأ منه هو أن نجزء الأشياء التي يمكننا تبسيطها قليلا إذن 28A نحن نعلم أن 28A يقبل القسم على 7 إذن يمكن أن نجزء هذا القسم إلى 28A تقسيم 7 ثم يمكننا أن نجزء هذه لوحدها أي A للقوة 4 تقسيم A للقوة 9 إذن ضرب A للقوة 4 تقسيم A للقوة 9 ودعونا نعيد كتابة ما لدينا هنا لكنني أكتبه كحاصل لثلاث عبارات بدلا من عبارة واحدة هنا ثم أخيرا لدينا هذه العبارة وهي B للقوة 6 تقسيم B إذن ضرب B للقوة 6 تقسيم B وإذا ضربنا كل هذا سنأخذ حاصل البسط ونضعه هنا ونأخذ حاصل المقام ونضعه هنا وسبب قيامي بهذا لأن كل عبارة من هذه يمكن تبسيطها بكل سهولة هذه 28 تقسيم 7 بسيطة 28 تقسيم 7 تساوي 4 ثم لدينا A للقوة 4 تقسيم A للقوة 9 وعندما يكون لدينا أس في المقام نطرحه من أس البسط ويكون لدينا الأساس نفسه وهو A هكذا أقوم بتجميعهما إذن هذا يساوي A للقوة 4 ناقص 9 ما هو ناتج 4 ناقص 9؟ إنه ناقص 5 أي A للقوة ناقص 5 ونفس الشيء نفعله مع عبارات B لدينا B للقوة 6 تقسيم B هذه تعادل B للقوة 1 إذن B للقوة 6 تقسيم B للقوة 1 6 ناقص 1 تساوي B للقوة 5 وانتهينا لقد قمنا بتبسيط العبارة إذا لم ترغب بوجود أسالب هنا فيمكننا أن نقول أن هذا يعادل أربعة درب واحد تقسيم A للقوة 5 هاتان متعادلتان ضرب B للقوة 5 بالطبع هذا يساوي أربعة مضروبة في B للقوة 5 تقسيم A للقوة 5 أو بشكل أصحي يمكنك أن تضع أربعة B للقوة 5 تقسيم A للقوة 5 جميع هذه الطرق منطقية لكن جميعها صور مبسطة للعبارة الأصلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر